اشتركوا في القناة انتم واحبابكم ومن حولكم طبعا ما حبيت انه انا اسجللكوا التوقعات بالصوت بدون ما ابين واطرح عليكم السلام وامس عليكم وحبيت انه بداية الفيديو تكون هي المقدمة لحركة الكواكب لهذا الشهر انه احكيها فيديو وباقي التوقعات او تكملت التوقعات تكون صوت ع اساس اني وعدت انه في توقعاتنا الشهرية رح اكون بتسجيل فيديو ولكن الظروف شوي تمنع وقدر الامكان لازم اكون بينكم طبعا بالنسبة الى توقعات شهر اثنين هي توقعات رح تكون مقصوم لقسمين طبعا بتعتمد على كوكب الشمس كوكب الشمس معروف انه هو موجود في برج الدلو من عشرين واحد ورح يستمر تواجده في نفس البرج لغاية 19 اثنين بس بالنسبة الى الكواكب الثانية رح تتنقل في منها رح يتنقل بداية الشهر وفي منها رح يتنقل في وسط الشهر في منها رح يتنقل في اواخر الشهر في حركات فلكية رح تكون للكواكب نبدأ في البداية مع كوكب عطارد لانه هو تقريبا الاسرع بين الكواكب بالتحرك طبعا كوكب عطارد زي ما انتم بتتابعوا في التوقعات اليومية انه موجود في برج الدلو رح يظل موجود في برج الدلو لغاية 3 اثنين بعدها رح ينتقل لبرج الحوت ولكن اللي رح يصير الشهر هاد هو في عملية التراجع عملية التراجع هاي رح تبدأ يوم 17 اثنين رح يتكون في نفس الحوت رح تستمر عملية التراجع لغاية 10 اثنين بكون تراجع ورجع لبرج الدلو مرة ثانية بس برجع بطريقة عكسية طيب في ناس رح تسأل دول طيب هو الكوكب اللي ماشي هاد برجع يعني فيه كوكب هيك وبرجع لورا ولا ايش هو المقصود في انه كوكب برجع او بتراجع هو المقصود انه هو بصل لمدار يعني بصل في المدار في الدورة تبعته لمنطقة بصير بطيء فيها بالحركة فهاي المنطقة اللي بصير هو بطيء فيها بالحركة بتصير الكواكب الثاني اللي موجودة بتمر من جنبه بشكل اسرع فلو تخيلنا انه هذا بيمشي هيك هذا بيمشي اسرع منه فبصير بتبين للكوكب الاسرع منه انه هو بتراجع بمعنى اخر سيارة ماشي على طريق لما تمر سيارة من جنبها اسرع منها مش بتبين السيارة اللي على جنبك هاي انها بترجع لورا هاي هي مقصودة عملية التراجع طيب ايش تأثير عملية التراجع خصوصا على عطارد لانه عطارد هو اللي بتراجع ثلاث مرات في السنة وهذا اول تراجع لاله عطارد كوكب الاتصالات كوكب المواصلات كوكب السيارات كوكب التنقلات كوكب التواصل كوكب الامتحانات كوكب البديهة كوكب العقل كوكب الابتكار كوكب الفكر طيب لما بتراجع شو يعني معناته شغلة سلبية على كل هدول اللي احنا حكيناه طيب معناته اللي منحذر منه انه في فترة التراجع هاي بصير في تشويش تفكيرنا مش منتظم مش معتدل فيش تركيز بعديها بصير في عنا نوع من انواع الاخطاء الفكرية بصير خربطة على مستوى العملة على مستوى الاسعار العملة على مستوى البورصة على مستوى الاقتصاد تحديدا يعني فجأة بتلاقي ارتفع فجأة بتلاقي العملة نزلت فما بيكون في ثبات عشان هيك منحكي للناس اللي تشتغل في العملة او في البورصة او في الاسهم بالفترة هاي بدهم يكونوا حذرين جدا لانه ممكن توقعاتهم ما تصيب معهم ويكون خسارتهم بشكل مفاجئ فبدهم يكونوا منتبهين طيب علينا احنا شو بتأثر علينا كبشر تأثيرها علينا كبشر انه احنا بصير ما فيش عنا تركيز بصير عنا في تهور في القيادة بتكثر الحوادث بتكثر الاعطال في السيارات بصير خراب في الاجهزة الالكترونية واعطال في الاجهزة الالكترونية في الكمبيوترات في اجهزة المواصلات في اجهزة الاتصالات فهاي الفترة يعني احنا منسميها الثلاث اسابيع اللي بدي يتراجع فيها هاي فترة صعبة جدا ومنفضل انه الكل يكون مركز فيها وما يتشتت ما يصرح يعني يكون متزن بالنسبة لكوكب الزهرة كوكب الزهرة هو موجود في الحوت رح يظل موجود في الحوت لغاية سبعة اثنين بعدها رح ينتقل لبرج الحمل وبيظل فيه لآخر الشهر في نفس البرج بالنسبة لكوكب المريخ كوكب المريخ موجود في القوس لغاية يوم ستعاش اثنين وبعدين بنتقل لبرج الجديد بدنا نتذكر التاريخ هذا اللي هو ستعاش اثنين مظبوط بتكون تذكره اللي هو نص الشهر بالضبط ما قبله بثلاثة أيام أو خمس أيام وبعده بخمس أيام بتكثر في أحداث العنف بتكثر في التفجيرات بتكثر في المصائب بتكثر في الأحداث الطبيعية فعشان هيك التاريخ هذا بتكونوا حذرين فيه وتسجلوه عندكو يعني في ذاكرتكو عشان تعرفوا أن الفترة هاي فترة سلبية جدا بالنسبة للمشتري موجود في الجدي حركة أمامية زحل موجود برضو في الجدي حركة أمامية أورانوس في الثور حركة أمامية نيبتون في الحوت حركة أمامية وبلوتو في الجدي حركة أمامية طبعا الكواكب احنا ما حكينا تأثيراتها على الأبراج لأنه هسا بس نذكر توقعاتنا للأبراج رح نذكر الكواكب هاي شو رح تعطينا من أشياء خلال هذا الشهر كل برج على حدة في فيديو رح ننتقل هسا للصوت وتسمعوا معي توقعات الشهر وإن شاء الله إنها تكون مفيدة لإلكوا وتستفيدوا منها وتستغلوها مزبوط وتتجنبوا تحذيرات بشكل أوفى لكم كل الاحترام والتقدير نروح على توقعاتنا الشهرية بيتركز الشهر هاد أكثر إشي على البيت التاسع على نجاح في السفر على الاتصالات البعيدة على المواضيع القضائية وعلى الناس اللي بيشتغلوا في مجالات الاستيراد وتصدير بما أن الشمس رح تكون موجودة في برج الدلو الصديق لإلك يعني رح تتغير الظروف لصالحك بشكل واضح وملموس في منك يا موليد الجوزاء رح يتحمسوا للسفر وفي منك رح يتحمسوا للرجوع للدراسة أو الدراسة أو البحث في لغة جديدة واللي حابب أنه يسافر بيقدر أنه يبل فترة تراجع وطارد أنه يدم على فيزا أو على طلب هجرة ما رح تنزعج من الانتقادات أو اعتراض البعض على أفكارك لأنه بمعنى آخر عندك القدرة العالية جدا أنك توصل الفكرة اللي أنت بدك إياها في الوقت اللي أنت بدك إياها للشخص اللي أنت بدك إياها أنت جاهز بالفترة هاي أنك تعيش تجربة جديدة ومميزة الحضوض ورح تكون كثيرة وبتساعدك بتجربة كل شيء جديد ورح تلتقي بوجوه جديدة ورح تتعرف على أشخاص احتمالية أنهم يكونوا من خارج البلاد أو من بر البلاد أو من مكان بعيد عن المكان اللي أنت بتعيش فيه وفي أشخاص رح يصير عندهم علاقة عاطفية إما أثناء السفر أو من خلال جامعة أو من خلال أكاديميات تعليمية أو من خلال مؤسسات علمية وتعليمية كوكب عطارد بيشجعك وبنشطك في أمور السفر وهو بالحركة الأمامية وبنشطك في الاتصالات البعيدة وبستفيدوا كل الطلاب الأكاديميين في دراستهم وأفكارهم بتفيدهم في العلاقات مع المسؤولين خصوصا في مجال العمل ولكن لما يبلش يتراجع عطارد هاي الفترة بتصير شوي نوع ما تقدرش توصل الرسالة للمسؤولين لا إلك وتعمل نوع من أنواع التعطيل عليك خصوصا في مجال العمل بالنسبة لكوكب الزهرة بيوعدك يا إما بترفيع في مكان العمل يا بزيادة في مكان العمل اللي أنت بتعمل فيه يا نقل لمكان أحسن في مجال العمل اللي أنت بتعمل فيه وممكن يجيك الدعم من خلال أصدقاء أو من خلال العلاقات الاجتماعية تاعتك وممكن يكون عندك نشاطات كثيرة اجتماعية وممكن يجيك من خلالها نوع من أنواع التكريم ولكن بدك تحذر من المريخ المريخ بيركز على نقطة حساسة جدا في حياتك واللي هي العاطفة رح يضغطك ماليا ورح يضغطك عاطفيا عشان هيك بتكو تحذروا من الشراكات المالية تحديدا بتكو تنتبهوا مين اللي بتكو تشاركوا عايش بتكو تشاركوا العقود اللي بتكو توقعوا عليها بتكو تركزوا فيها بشكل منيح بعد تسعة عشر شهر بتدخل فترة امتحان فترة امتحان من تسعة عشر شهر ورح يتمد معك للشهر القادم هذا الامتحان عشان ينعرف أنك أنت جاهز أو لا يعني زي فترة تقييم لوضعك يمكن يكون فيه إشي مصيري في هاي الفترة وفي منكم رح يقلق على أحد الوالدين هاي الفترة إيجابيتها أنها بتدعمك في وضعك المهني في منكم رح يبدأ بعمل جديد وفي منكم ناس رح تأخذ فرصة لتثبيت حالها يعني نقدر نحينها هاي فترة انتقال من حال لحال وقد ما بتجتهد وقد ما بتلاقيه وفي النهاية والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلى اللقاء